في استمرار للانتفاضة الإيرانية التي تدخل شهرها الخامس قام مواطنون بكتابة شعارات مناهضة للنظام على الجدران فيما نشر أهل الضحايا دعوات لإحياء أربعينية إعدام محسن شكاري وسينظمون مظاهرة احتجاجية في ساحة هفت حوض وشوارع أخرى في طهران وشهدت طهران وجميع المدن الإيرانية مظاهرات الليلية ردد خلالها المحتجون شعارات احتجاجية ضد النظام والمرشد علي خامنئي لا نريد نظاما يقتل الأطفال إلى ذلك نشر النظام في إيران كاميرات مراقبة أمنية في الشوارع بدلا مما يطلق عليها شرطة الأخلاق التي تم حلها من قبل المدعي العام التي أشارت إلى نية النظام في تطبيق عقوبات على النساء بدلا من اعتقالهن بسبب مخالفة قواعد ارتداء الحجاب الاحتجاجات المتواصلة في إيران كانت كافية لكشف عواري النظام مشيرة إلى أن نظام في طهران يخطط لفرض عقوبات على النساء اللواتي يخالفن معايير ارتداء الحجاب ليستبدل الاعتقال بفرض عقوبات قد تصل إلى حظر السفر الدولي ودفع غرامات مالية وأصدر مكتب المدعي العام الإيراني توجيهات جديدة للشرطة بالامتناع عن اعتقال النساء اللائي يخالفن قواعد اللباس النسائية في البلاد ولكن بدلا من ذلك فرض عقوبات عليهن وبالتزامن مع ذلك تجمع ناشطون بالقرب من برلمان الاتحاد الأوروبي لدعم المتظاهرين المناغضين للحكومة في إيران ترجمة نانسي قنقر